انا هبدأ معاك الفيديو ده زي ما انت شايف قدامك هنا بالارباح اللي انا سحبتها الوزدرون دي معناها الارباح المسحوبة 1468 دولار و13 سنت يعني بص انا مش عايزك بقى تتكلم خالص دلوقتي معايا خالص في اي تفاصيل لان انا مش هسيبك تسأل اصلا انا في خلال الفيديو ده حرفيا هشرح لك كل حاجة هشرح لك ازاي تسجل في الموقع وبالمناسبة الموقع ده مش بيحتاج منك اي اداعات الشغل ده مجاني حرفيا مش هتدفع واحد سنت انا بقوله الشغل ده مجاني ده رقم واحد الشغل ده مش محتاج منك اجهزة ولا محتاج منك كمبيوتر ولا محتاج منك اي حاجة تقدر تشتغل بتليفونك الموضوع سعلي جدا وبسيط الحاجة التالتة ان انا كمان هعلمك ازاي تسحف فلوسك لحد ما توصل فلوسك على فودافون كاش وتستلمها في ايدك انا كده بص يعني مش هسيب لك اي اسئلة تسألها طيب يا اهلا بكم في فيديو جديد من قناة الباش مدرس ان شاء الله يعني نبقى عاملين مسابقة جديدة احنا طبعا كل الناس عارفة وحضرت معانا المسابقات اللي احنا عاملينها عندنا على القناة كل شهر بنكسب 10 اشخاص كل شخص بيكسب 10 دولار يعني مسابقة ب100 دولار شغالة معانا كل شهر هتقول لي طيب ايه شروط المسابقة والموضوع ماشي ازاي الموضوع سهل جدا وبسيط كل اللي عليك حضرتك هو انك بتعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة وتفعيل الجرس وحط تعليق بس كده لان انا بختار الفيزين من التعليقات تعال خلينا هنا حتى نشوف كده دي قناتنا على التليجرام اللي بالمناسبة هسيب لك الرابط بتاعها تحت فيسنا دول وصفة لازم تشترك عليها عشان تعرف انت فايز ولا لأ لان انا بنزل هنا الفيزين زي ما انت شايف دي الناس اللي فازت في الشهر اللي فات اللي هو شهر خمسة عشر اشخاص او عشر تعليقات كسبوا معنا اللي اختيار بيتم عشوائي وهنا زي ما انت شايف بدأت اوزع اللي انا بوزع الارباح على البير عشرة دولار اهو الناس اللي بدأت تاخد الفلوس بتاعتها او الناس اللي بدأت تاخد زي ما انت شايف العشرة دولار بتاعتها اهو كل حاجة بشاركها معاك هنا على قناتنا على التليجرام فتأكد ان انت هنا تشترك معانا على قناة التليجرام والمسابقة زي مرطي لك سهلة جدا وبسيطة اي فيديو ينزل في خلال شهر ستة اللي احنا فيه يتأكد ان انت تدخل على الفيديو على طول تعمل لايك وتسيب تعليق وتشتري في قناة فعل الجرس لو انت مش مشتركهم فعل الجرس هي دي شروط المسابقة يكون في تعليق ليك على كل فيديو هينزل في خلال شهر ستة لان انا بعمل لايف على قناة التليجرام اللي انا هسيبها لك دي كل اخر شهر يعني اخر شهر ستة ده هعمل لايف وهبدأ ان انا اختار فيزين اختار عشرة معاكم في اللايف اختار العشرة دول ازاي هختارهم من التعليقات بتاعة فيديوهات شهر ستة اللي احنا في حاليا فتأكد ان اي فيديو ينزل انت بتكون عامل عليه لايك وعمل تعليق طيب تعال بقى هنا نروح للشرح ونرجع للشرح بتاعنا وخلي بالك هنا انا عايز اهوريك حاجة مهمة جدا لو بصت هنا معايا كده الموقع هو ودي كل السحبات اللي انا عملتها زي امشاف السحب ده انا عملته بـ 118 دولار سحبت على الفوست بي والعملية تمت هنا 124 دولار وفوست بي والعملية تمت هنا 16 دولار و80 سنت والعملية تمت هنا على البير 100 دولار وتمت زي ما شايف هنا دي كان 300 دولار والموقع كان الحد الاقصى بتاع 250 تقريبا فعشان كده ايه اتعمل لها ريفاند يعني الرصيد راجع لي تاني وما تمتش فقمت سحبها على 3 مرات زي ما انت شايف 100 في 100 في 100 300 دولار دي سحبتها 3 مرات و100 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 على البير زي ما انت شايف وإيه العملية تمت وبعد كده سحبت تمانية وتسعين دولار على البير بعد كده مية دولار على البير بعد كده عشرة دولار بعد كده مية بعد كده مية بعد كده مية كل العملات دي تمت زي ما أنت شايف بالتواريخ آخر حاجة كان يوم 27 اللي فات يعني من اربعة ايام ولا حاجة طيب آآ وبعد ايه هنستفيد ايه بعد كده طيب اللي أنا محتاجه منك دلوقتي بقى الشغل أنا هنا مسلا على سبيل المثال لو بصيت هنا في حاجة اسمها account balance وحاجة اسمها coin value يعني ايه الكلام ده? يعني ركز بقى معي واحدة واحدة كده عامل لك كوباية شاي ولا كوباية اهو صديقي زي ما انا عام كنا عامل كوباية اهو وهو وقعد ايه بستمخمخ معاجز هما بيقوله كده اشرح لك واحدة واحدة. طيب بصة معل. احنا دلوقتي زي ما قلنا ده موقع ربح من مهام بسيطة خالص احنا هنعملها. اي مهمة او اي اعلان انت بتشوفه او اي لايك انت بتعمله بتاخد عليه coin او نقاط. النقاط دي بتتحطي لك فوقهم. النقاط دي الموقع اوتوماتيك بيترجمها لك هنا لفلوس. يعني بيقولك ال coins اللي فوق دول value او القيمة بتاعتهم بالدولار هو الرقم ده. يعني انا هنا على سبيل المثال معي 816 الف نقطة. 816 الف coin او 816 الف نقطة دول عاملين تقريبا واحد وتمانين دولار. تمام? حلو. طب المليون نقطة بكام? المليون نقطة بمية دولار. وصلت الفكرة? طب اقول لك مثلا عسيوسا طب المية الف نقطة المية الف coin هنا فوق. المية الف نقطة او المية الف coin بعشرة دولار تحت. طيب حلو قوي الكلام ده. هنا في حاجة اسمها الممبرشيب او الخطط. الخطط دي لو ضغطنا عليها خلينا نروح كده للخطط. الموقع بيقولك والله في خطط كتير تقدر ان انت تشتغل من خلالها. في خطة ال basic ودي بتكون free. وبالمناسبة دي خطتي يعني لو بصنا هنا كده. انا خطتي هي خطة ال basic او خطة الفري او الخطة المجانية عشان ما حدش يقولك انت لازم تحط فلوس في الموقع. انا شغال بالخطة الفري الها دي. تمام? دي مميزاتها دي خطة silver بخمسة دولار دي خطة جلد دي خطة في اي بي. كل ده هنا عندك تقدر تعرف ايه الفرق من الخطط بس انا شايف ان ال basic حلوة جدا وكويسة جدا وجميلة. طيب ركز بقى معي. هنكسب ازاي من الموقع ده. واحدة واحدة كده. الموقع ده عشان تكسب منه مبدئيا كده انت لازم تبدأ على الخانة الاول ان هي اللي اسمها خانة طيب الخانة دي لو بصيت عليه او وقفنا عليها كده هيفتح لحكاجات كتير جدا تقدر ان انت تكسب منها. اهمهم هي الخانة الاولى اللي فوق المكتوب عليها فوست ضغطنا عليها انزل تحت كده هيبدأ يحمل زي ما انت شايف انا اهو. طيب بيحمل زي ما شايف شايف الزرار البرتقاني ده او الاورنج ده هتبدأ تضغط عليه. هنا تحل الكاباتشة اللي هي دلوقتي بتحمل دي. نضغط عليها. بدأ التحمل. لو ركزت معنا بيقول لك اختار الكلمة اللي اقل تكرار. او الصورة اللي اقل تكرار. زي ما شايفت عندك صور كتير ايه? الصورة اللي اقل تكرار هي الصورة دي. ضغطنا عليه. قال لك انت كده ايه تمام? ابدأ دوس على الزرار اللي تحت بريس اند وين. هضغط عليه. هيبدأ يحمل كده عشوائي ويجي اعطيك عدد من الكوين او عدد من النقاط مجانا. تمام دوس كلوز هيبدأ يعد هنا زي ما انت شايفة هو وقت. الوقت ده بيقول لك ايه يا عم? الوقت ده بيقول لك اربع دقايق او خمس دقايق وادخل تاني اضغط على الفوسيت. طيب تمام او? فيش مشكلة. وبعد ايه? ركز بقى معي. لو ركزت في الخانة دي. خانة الكليمز دي. خلينا بس نعمل زوم بس عليها شوية كده. اهو. خانة الكليمز او الفوسيت اللي انا عملتها دي. خلينا ندخل هنا نقرب اهو. بص هنا كده انا عملت كم فوسيت? انا عملت اربعين فوسيت. يعني انا عملت البتاع دي اربعين مرة. وانت متحليق كل خمس دقايق تعملها مرة. خلا بلك انا مكسل. مش شغال قوي قوي يعني على الموقع ده. لكن انت تقدر ان انت تعمل فلوس اكتر من اللي انا بعملها دي بمراحل يعني. طيب ماشي. ليه بقى? هتضطر ان انت تعمل الفوسيت او الكليمز دي كتير. لان دي بتعلي الليفل بتاعك في الموقع. يعني ايه? يعني لو بصيت هنا انا ليفل واحد. والموقع فيه سوعة وتلاتين ليفل. طب ايه الفرق بالليفل واحد وليفل اتنين وليفل تلاتة وليفل اربعة وهكذا. الليفل واحد ده بيبقى عمل عدد قليل من الفوسيت اللي هي دي. طب لو انا عملت عدد كبير شوية من الفوسيت يعني انت شايف او بيقول لي ايه? بيقول لي هنا اعمل خمسين فوسيت خمسين فوسيت وهتبقى ليفل تو. فاهم? لو عملت خمسين فوسيت كمان هتبقى level 3 وهكذا كل ما تعمل الفوسل دي كل ما level بتاعك يعلى هتقول لي طيب ولما level بتاعي يعلى إلا هيحصل لما level بتاعك يعلى انت تقدر تكسب من كل الخانات دي coin أكتر يعني على سبيل المثال تعال هنا نروح للخانة التانية اسمها daily bonus daily bonus دي هنا بيقول لك انت كل يوم هتيجي تضغط ضغطة هتاكد خد 30 coin طيب التلاتين coin دول لو انت في level 1 طيب لو في level 2 ممكن يبقى 60 لو level 3 ممكن يبقى ميق فاهم الفكرة كل ما يعلى level بتاعك ال coin دي بتعلى طيب ماشي عام وبعدين هنا اضغط هنا على العلامة البرتقاني دي وابدأ دوس هنا على claim اهو خلاص خدت العشرة coin دي بتتعمل كل يوم يبقى الخانة التانية دي daily يعني كل يوم الخانة الاولى دي faucet دي بتتعمل كل خمس دقايق طب هنا الخانة التالتة view ads او مشاهدة الاعلانات حضرتك الموقع ده بحر مليان زي ما انت شايف هنا ده سبعة coin لو زرت الموقع ده لمدة عشرين ثانية هنا خمسة coin لو زرت الموقع ده لمدة عشر ثانية هتدوس هنا على visit هيبدأ يبعثك على الموقع زي ما انت شايف وهيبدأ يعد العد التنازول اللي فوق اللي انت شايفه ده عشر ثانية الموضوع حضرتك بيعني بص ما بياخدش وقت هتقول لي طيب هنا هاخد عشرة coin ولا خمسة coin بس عشان انا في level one تمام هنا هو بيقولك دوس ان انت مش آآ روبوت هنا بيقولك اختار اقل حاجة يعني اقل حاجة متكررة اللي هي العلامة دي اخترناها بيقولك complete خلاص اخدنا الخمسة coin زي ما انت شايفه اهو طيب خلاص نرجع على الموقع تمام احنا كده خلصنا دي وخدنا الخمسة coin بداية هتلاقي الرصيد بتاعك فوق هنا عمال يزيد وبالتالي ده بيزيد تمام ماشي كل بقى الكوينات اللي انت شايفها دي تقدر تزودهم ازاي بان انت تخلص الفوسل ده كل خمس دقيقة تدخل تعمل مرة بحيس ان انت ال level بتاعك هنا يزيد ولما ال level بتاعك يزيد الكوينات اللي انت هتكسبها قيمتها هتزيد تمام ماشي وبعدين اقدر اكسب من ايه تاني اقدر اكسب من ال visit short link او ال linkات المختصرة في 117 short link زي ما انت شايف ودي بقى بتكسب كتير يعني لو بصيت هنا دي بتكسب 16 coin 16 مش عارف ايه وهكذا فدي حضرتك هنا بتكسب برضو رقم محترم جدا هتدوس على visit اللي فوق دي وهتبدأ تعدي الرابط المختصر وتحصل على ال coin دي طيب وبعدين ايه تاني غير ال short link في jobs او الوظائف هنا في حضرتك دي بتكسب ارقام عبيضة يعني زي ما بقوله كده ارقام محترمة جدا لو بصيت معايا هنا كده مسلا ال coin دي هنا نقدر نكسب ايه هنا موقع بيقول لك والله ادخل اشتغل على الموقع ده او ادخل سجل على الموقع ده هنا بيقول لك مش عارف ايه كل موقع من دول بيقول لك ادخل اعمل حاجة معينة فاهم ده بيقول لك او sign up يعني اعمل عملية تسجيل دخول في الموقع ده وتاخد ستة الاف وربعمائة نقطة فاهم ده هنا هتعمل اللي هو عايزه هتاخد اتناشر الف نقطة وهكذا طيب هنا بيقول لك مش عارف اه اتفرج على فيديوهات واعلانات وتاخد الف وستتمائة نقطة كل حاجة من دول وليها رقم معين هتدخل ان انت تدوس عليها وتبدأ ان انت تعملها بس دي ممكن تاخد شوية وقت منك طيب ماشي وبعدين احنا كده شرحنا كل الاربعة اللي فوق دول والخمسة كانت فيه بس دي زيرو جنبها لسه زي ما انت شايف لسه الموقع شغال عليها انا هيبدأ يحط مشاهدة فيديوهات تكسب منها طيب باقي الحاجات اللي تحت دي حضرتك انا مش هشرحها لان دول زي زي الامار يعني فيهم لعبة وكده فانا مش هشرحه تمام هنا في والشالنج والاتشيف منس دي يعني الحاجات اللي انت حققتها كل ما تتفرج على اعلانات اكتر بيقول لك والله انت ايه الف مبروك انت كده عملت مسلا جبات اكتر او عملت شغل اكتر في الموقع فيبدأ انه يديك كوين هداية او يديك نقاط هداية زي ما انت شايف هول كل الحاجات اللي انت عملتها هنا زي ما انت شايف هول بيقول لك مسلا ايه لو عملت الف كليم يعني لو عملت الف مرة على الفوسط اخد ميت كوين هداية لو انت حققتها ترجل ده هتلاقينا مكتوب كليم تجدس عليها وهكذا زي ما انت شواف هنا هول مسلا لو جبت خمسمية بيديك هداية انا جبت خمسمية ا اخدت عشر とيام اه العضوي المجنية قمت دست على كليم ما هي كليم ده لو جبت الف ريفرال اخد الفين كوين وهكذا تفهمت الفكرة طيب ده هنا بالنسبة للاتشيف منتز دي اللي هي زي مسابقات لو دست على خمسين اعلان اتاخد الرقم ده من لو دست مش عارف على ايه تاخد قد ايه كل حاجة برضو زي ما انت شايف هنا ايه زي هدايا يعني الموقع بيقدمها لك طيب وبعد ايه في ايه تاني يقدر اكسب منه هنا كده الخانة دي خلصت ما فاضلش غير وتقدر ان انت تشتغل على الاحالات يعني تجيب احالات للموقع او تسوق للموقع او تعمله فيديو لو انت عند قونة يوتيوب او حتى تدي اللينك لصحابك يسجله من خلالك وتبدأ ان انت تحصل على ارباح زي ما هم برضو هيحصلوا على ارباح طيب انا كده خلي بلك شرحت خانة واحدة بس طبعا اللينك ريفرال بتاعك بيبقى هنا اه انا هنا شرحت الخانة واحدة اللي هي دي زي ما شايف الفوست حملتها يبقى فيه مكتوب واحد يعني اقدر ان انا ادخل دلوقتي واعمل الفوست طب هنا دي جميلة جدا بقى اركز معا كده دي اللي هي العروض اللي مقدمة من الشركات يعني كل دي شركات تعالى نضغط على الشركة دي اللي مكتوب جنبها توب مسلا يعني دي فيها شغل كتير خلينا ننزل هنا زي ما انت شاف كده هنا حاليا ما فيش شغل انا عملت تقريبا اه عملت العروض اللي كانت هنا بيديك زي استطلاعات او بيديك زي تحمله او كده وتاخد فلوس دي بتبقى متاحة كل دي شركات تقدر ان انت ايه تدخل تخلص الشغل بتاعها يعني فاهم كل دي شركات تقدر مسلا الشركة دي تدخل عليها والشركة دي بتلابس مسلا تدخل عليها تلاقي هنا عروض تلاقي اسئلة تلاقي اي حاجة زي ما انشاف هو بس بيحمل بس تقريبا انا خلصت كل الحاجات دي اه لا هنا وابوق ابدأ ادوس هنا على ويديف شوية اسئلة اجاوب عليها وابدأ ان انا اكسب تمام طيب وبعد ايه تعالى نرجع كده هنا نصغر الشيش شوية خلي هندخل هنا على الخانة دي ودي برضو مش هشرحها للاسف لان خانة دي فيها بعض الالعاب اللي هي تندرج تحت بند الامار والحظ وكده فانا مش هشرحها واللوتري دي نفس الكلام برضو انت بتشتري زي كوبونات او كده والموقع بيعمل سحب وممكن الكوبون بتاعك يكسب فدي برضو حاجة حظ مش هشرحها هنا دي هبدأ ان انا اشرحها لك دي زي مسابقات لو بصيت معايا فوق هنا بيقول لك ولا احنا عمليه المسابقة الاكتر واحد بيدوس على مصلا تجي داخل عليه المسابقة دي فاضل لها تمانية وعشرين يوم وتخلص هتلاقي هنا ترتيب الرجل ده اكتر واحد بيدوس على مصلا كل رجال ده بعد هنا كده. زي ما انت شايف هنا فاضل ست ايام والمسابقة دي تنتهي. ست ايام دول هنا الاولاني الرجل المحترم ده هيكسب مليون كوين. ده التاني هيكسب ستمائة الف كوين. خليباك مليون كوين يعني مية دولار ها. ده هيكسب خمسين دولار ده اربعين دولار ده عشرين دولار وهكذا. ده اللي هو انا بالمناسبة. الباش مدرس اهو. تمام? هنكسب عشرين دولار وهكذا. تمام? طيب وبعدين نيجي هنا على خانة مور والخانة دي بيبقى فيها زي ما انت شايف هنا اخبار عن الموقع او اللي هي العضويات دي. وانا قلت لك خلينا شغالين على الخطة المجانية احنا مش هنحط ايفلوس في الموقع. وهنا الشغل اللي انت عملته. كل الصحوبات زي ما انت شايف انا سحبتها. تمام? وزي ما قلت لك ركز 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 على الفوسط اللي هي رقم واحد دي. لان دي كل ما انت بتخلصها كل ما الرقم ده بيزيد وكل ما الرقم ده بيزيد اتلاقي الخط اللي ازرق ده بيزيد كده والليفل بتاعك بدل ليفل واحد هيبقى ليفل طيب خلينا برضو نعملها بسرعة كده اهو بندوس هنا بقول لك اختار الصورة اللي متكررة قليل هنختار الصورة قليل اللي هي الصورة دي. ونبدأ نقول له خلاص تمام وتاخد رقم زي ما انت شايف هنا كسرت خمسة كوين وخلاص خلصنا طيب. وبعدين السحب من الموقع ده بيتم ازاي? السحب الموقع ده بتدوس هنا على خانة اللي هي الخانة دي. دوس عليها عندك هنا بقى تلاتة وسائل للسحب. اول حاجة هنا عشان تسحب من الموقع ده في اول طريقة معنا وهي طريقة او المحفظة او العملة الرقمية تاني حاجة البير تالت حاجة تسحب على او محفظة العملات الرقمية بتاعتك زي و الموقع دي. على سبيل المسال انا بحب بسحب على بير اجي اختار هنا بير وقول له او سحب. هيقول لي تمام حط البير اي دي بتاعك. انا ده رقم حسابي في البير حطيته. العملة اللي انت تسحب بها يا عملة الدولار هي العملة الوحيدة المتوفرة في الموقع. وهنا بالكوين. يعني ايه? يعني الكوين اللي فوق ده. انا معاه تمنمائة الف زي ما انت شايف. يا جاي اللي تمنمائة الف تلتة سفار. زي ما انت شايفينها تمنمائة الف عاملين تمانين دولار تحت او. وابدأ اقول له هنا. قال لي يعني خلاص العملية دي تمت ولو رجعنا هنا على هتلاقيها موجودة فوق اهو بس مكتوب جنبها او تحت المراجعة يعني. الموضوع بيتم في خلال 24 ساعة بيكون الفلوس او التمانين دولار دي وصلتني على حسابي. تمام او طب انا خلاص فلوسي وصلتني على البير. نيجي هنا بقى النقطة مهمة جدا وهي نقطة ان بعد ما تستلم الفلوس على البير. انت عايز تسحب الفلوس دي على فودافون كاش او على اي وسيلة متاحة في البلد اللي انت فيها. هنا حضرتك هنرجع للموقع ده كنت شرحته قبل كده قلت لكم عليه. وخلي بالك والله ده ما اعلان يعني انا هنا بشرح لك الموقع ده وصاحب الموقع معرفش ان انا بشرحه اصلا انت فاهم بس انا جربت الموقع ده ولاقيته موقع ثقة وبيسحب. طيب. زي ما انت شايف هنا الموقع في ميزة بيقولك سند وريسيف يعني انت هتبعت بايه? عايز تستلم على ايه? انا هنا هبعت اختار بقى باشا. بص في حاجات كتير جدا زي ما انت شايف. انا مسلا على سبيل المسال هبعت بير. يعني انا معايا رصيد على البير اهو لسه ااخد تمانين دولار مسلا. تمانين دولار هنا اهو. وعايز احول هم على فودافون كاش. هنا حاطت لك فودافون كاش اهو. وفي اتصالات وورانج وبانك اهلي مش عارف ايه سي اي بي بيرفكت ماني. بليورو الدولار. اه يو اس دي تي. تي ار سي عشرين. كل حاجة بايبال اه ترون ريدوت باي اللي هي الفيزة اللي شرحناه قبل كده. كل حاجة تتخيلها. الوي باي كل حاجة. اه بي ام وولت محفظة بنج مصر. كل ده موجود. طيب انا عايز اسحب على فودافون كاش. ده حاجة منتشرة والناس كتير بتحب تسحب عليها. اه حطت هنا المبلغ اللي انا هبعته له. هبعت له تمانين دولار وهنا هيقول لي ايه انت هيجي لك تلات تلاف سبعمية ستة وسبعين جنيه مصري. اقول له هنا هيبدأ يحمل زي ما انت شايف. هيقول لي تاني انت هتبعت من هنا تمانين هيوصلك هنا تلات تلاف سبعمية وشوية. قط ايميلك وحط رقم فودافون كاش اللي هتستقبل عليه وبعد كده هنا دوس على ايام نوت روبوت ودوس على اياجري ودوس على اكس اتشينج. بعد ما تخلص العملية دي هيدخلك على المرحلة اللي بعد كده وهي انك يديك المحفظة بتاعته على بير عشان تحول له عليها الفلوس التمانين دولار وشكرا وفي خلال خمس دقائق بالكتير الفلوس توصلك على فودافون كاش. وكده انا اكون شرحت لك الطريقة التانية اللي بتسحب بها فلوسك على فودافون كاش ويبقى عداني العيب. بس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مش مستني منك اي حاجة حرفين غير انت هتعمل لايك. اشترك في القناة وفعل الجرس وما تنساش ان انت تحط اي تعليق على الفيديو واي فيديوهات هتنزل في خلال شهر ستة عشان تكون واحد من ضمن المرشحين العشرة اللي هيكسبوا معانا عشرة دولار. فشكرا لكم. تقابل ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.